حد كاتب لي بيقول لي عندي محلي ملابس بس المبيعات واقعة معايا قوي مفيش طريقة تسأل الزكاية الاصطناعي ازاي زود المبيعات بتاعك بس كده ده احنا عنينا انا هجيب لك فكرتين في فكرة واحدة تنفذهم بالزكاية الاصطناعي وهتخليك تميز شغلك عن غيره تخيل تبقى بتقلب على موبايلك وفجأة يظهر قدامك طقم لبس يعجبك وتبقى عاوز تلبسه وتجربه بس من غير ما تروح للمحل انا هقولك ازاي انت عشان تجرب لبس لازم تروح للمحل وتلف فيه وتشوف اللبس وتجربه وتقيسه ولو عجبك تشتريه وهتقعد بقى تلف على كمية محلات لحد ما رجلك توجعه وممكن كمان ما تلايش اللي انت عاوزه احنا بقى هنعمل حاجة هنخلي الزبون يشوف الشغل قدامه ملبوس وكمان يقدر يلبسه ويجربه وقعد في بيته ولو عجبه اللبس هيجي لك يشتريه او هيطلبه اونلاين حد هيسألني يعني هبعت للناس اللبس في البيت عشان يجربوه انا هفاهمها انت هتصور اللطئم بتاعتك وهتعرضها على صفحة المحل وهقولك على طريقة من خلالها هتقدر تعرض شغلك للناس وفي نفس الوقت هتخلي الناس تلبس اللبس ده تشوفه على نفسها وهي قاعدة في بيوتك لخبهات تصعى بص لو عايز تطور شغلك وتستفيد من الطريقة دي يبقى دوس لايك واشترك في القناة وفعل صرف الجرس وتعالى افاهمك واحدة واحدة تخيل كده اللي قدامك دي صفحة محل ملابس بيعرض الهدوم بتاعته بالشكل ده اعتقد ان اي محل ممكن يعمل الطريقة دي انه هو يجيب المنتج يحطه كده بالشكل ده ويصوره بالطريقة اللي احنا شايفينها دي ويحط الحاجة بشكل مرتب كده طبعا عشان المحل يجيب موديل يلبس الحاجات دي ويتصور الموضوع هيكلفه كتير وخصوصا اذا كان حد لسه في بداياته عايز انه هو يعمل الشغل على قده فان انا اجيب حد يعمل لي الشغل بتاعي هاي الموضوع هيكلفني كتير جدا لكن عايز اقولك ان احنا هنعمل مع بعض تجربة حلوة جدا هي ان احنا هنخلي اللبس ده يتلبس عن طريق موديل ونقدر كمان ان احنا نجرب نلبسه لنفسنا يعني انا ممكن مثلا عجبني طاقم زي ده ليه ان انا ملبسش الطاقم ده واجربه على نفس واشوفه هيكون ليه عليا ولا لا فحالة انه هو عجبني خلاص اوكي هشتريه هل هقدر اعمل ده ده اللي هنشوفه مع بعض دلو اول حاجة هعملها انا محتاج الصورة دي ياما هاخدها سكرينشوت او ممكن اقدر اقص الصورة دي باستخدام اداء اسمها سنيبينج تول في الويندوز هضغط على نيو وهاجي هنا احدد الصورة بتاعتي بالشكل ده وهحاولها لملف صورة اقدر ان انا هستخدمه اصبح عندي هنا صورة المنتج بتاعي عملنا الصورة هنروح دلوقتي على موقع اسمه LM Arena ادخل على جوجل من موبايلك او من الكمبيوتر اكتب LM Arena اضغط على اول رابط هحاولك على الصفحة دي سجل حساب في الموقع باستخدام حساب جوجل الخاص بيك وتعال هنا في المستطيل ده اضغط على علامة الصورة هيظهر لك generate image اضغط عليها وهنطلع هنا فوق مهم جدا نضغط على direct chat ونختار من هنا النانو بنانا ده مهم جدا وبعد كده هنجي هنا نضغط على علامة الزائد عشان نضيف الصورة بتاعتنا ده الصورة اللي انا عملتها وهضغط عليها وهضغط على open وبعد كده هروح اجيب صورة للشخص اللي انا عايز اللبسه انا هنعمل صورة لنفسي بس هتلاعز هنا الصورة هتلاقيها مختلفة شوية او غريبة شوية يعني جزء بسم الصورة والصورة هتلاقيها طويلة بالشكل ده هقول لك ليه هنا انا اضفت الصورة ديت وظهرت معي كصورة تانية بنفس الابعاد اللي انا محتاجها فكرة هنا ان انا عايز الشخص ده اللي هو انا البس اللبس ده وفي نفس الوقت تكون الصورة بالطول او طويلة بحيس يظهر الطائم كامل فلازم تكون ابعاد الصورة الطويلة عشان ديت طرق الوحيدة اللي ممكن اللي اما قرينا او نانو بنانا يعمل لك الصورة بالابعاد اللي انت عايز واجه هنا هكتب له الكلمتين دول هقول له عايز ألبس اللبس اللي في الصورة بس يكون القميس مقفول بالزراير مش مفتوح وعاوز خلفية حلوة عايز القميس مفتوح اكتب مفتوح وتقدر تكتب البرومت اللي انت عايزه بالعربي زي ما انت شايف وبعد كده هنضغط على علامة السهم ده وده معناه ان احنا بتقول له عشان يبدأ يعمل لنا الصورة عملي هنا الصورة بالشكل ده هنضغط عليها طلعت الصورة معنا زي ما احنا شايفين طويلة بالشكل ده لابس الطائم ولابس الكدش ولابس القميس بالشكل ده لو عايز اعدي لعا الصورة ممكن اعملها تاني هيعمل لي صورة بالشكل مختلف. عجبتك الصورة فانت تقدر بكل بساطة تعمل لها. وبكده يبقى انا لبست الطاقم وشفته عليا وشفت ازا كان ممكن يكون لايق عليا ولا لا. وبنان عليها قرار ازا كنت هقدر اشتريه ولا لا. طب ما تجي نصعبها شوية بقى هو نجرب طاقم زي ده. ده طاقم شتوي. بس انا بقى عايز بس اقول له ما تلبسنش الطاقية ما هو مش مقال هلبس طاقية بينج. طب تعالى كده نضيفه بقى ونشوف هنعمل ايه. ضفت له الصورتين. صورة الطاقم والصورة بتاعته وكتبت له نفس البرومت بس قلت له انا عاوز البس اللبس اللي في الصورة بس يكون لاميس مقفول بالزرار مش مفتوح ويبالاش الكاب مش عايز لبس الكاب وعاوز خلفية حلوة. يا ربي بس يفهمني. وبتاع نضغط على فنشوف هيعمل ايه. زهرت النتيجة نفتح الصورة زي ما احنا شايفين هنا لبسني الطاقم كله. بس طبعا ما لبسنيش زي ما قلت له مش عايز الكاب. هنا الجاكت وتحت منه الاميس الاصفر ونفس البنطلون اهو. ونفس الكوتش اللي انا ضيفه للصورة اول موجود في الصورة. انت شفت كده تفاصيل الطاقم على بعضه بنفس الطريقة دي وطبيعي جدا ان هو يطلع احسن من الصورة لان الصورة كانت جودتها اصلا ضعيفة. التجربة جميلة جدا بصراحة هنقدر ان احنا نعمل دون لود للصور. ودي الطريقة اللي احنا ممكن نلبس بيها لبس. طبعا انا ممكن اضيف اي شخصية تانية غير شخصية. يعني ممكن اضيف الطاقم واضيف شخصية شخص تاني. وبرده ممكن نعملها مع مسلا بنت لو عايزين نلبس بنت طاقم او كده ممكن نعملها لو محل ملابس حريمة. بس نكون حارسين جدا في استخدام الصورة الشخصية للبنات. فدي الطريقة اللي انت ممكن تلبس بيها طاقم وتشوفه على نفسك. وبعد كده تستخدمه. هيجي حد يقولي طب يا عمي محمود دلوقتي انا عايز اعمل موديل لشخصية مش معروفة. لانا مش هعرف ان انا مسلا اضيف صورتي او انا ممكن اكون مسلا بنت وعايزة ولد او انا مسلا ممكن اكون مسلا رجل كبير في السيناء ما عنديش صورة مناسبة او ما عنديش صورة لحد مناسبة. فاحنا ممكن اصلا نستعين بالذكاء الاصطناعي ان هو يعمل لنا الشخصيات اللي احنا عايزنا. تعال اقول لك ازاي? هتروح على موقع تاني مجاني خالص اسمه ويسك. ادخل على جوجل اكتب ويسك. هيزهر لك اول رابط بحساب جوجل خاص بيك هتفتح هيقول لك انتر طول. معاعدش بقى محتاج vpn ولا الكلام ده هيدخل لك على طول. وتعال هنا اكتب التفاصيل اللي انت عاوزها هيعملها لك. انا هكتب له ببساطة خالص باللغة العربية كمان. هقول له انا عاوز اعمل موديل لشاب عمره مثلا يعني تلاتين سنة. ولو عايز اطفال هيعمل لك اطفال. ويكون مسلا سمين. سمين بالسين مش بساه. لان لو عملت سمين مش هيعمل لك حاجة نفع. وهنا جينا نحدد تسعة الستاشر. اللي هو اللي بعد يكون بالطول. عايز ابل عرض خليها آآ ستاشر لتسعة. عايز الصور مربع خليها واحد لواحد. وبعد كده نضغط على او ارسال. هيبدأ دلوقتي انه هو يعمل استصميم. هيجي حد يقول لي لأ انا مش عايز سمين فانا هشيل كلمة سمين خالص. وهكتب هنا مدة اللي شاب عمره تلاتين سنة بس. وبعد كده هيروح جاي كده شايل كلمة يكون كامل واضغط على ارسال. هيبدأ تلوقتي انه هو يعمل التصميم. هنا طبعا عملي هنا آآ يعني الصورة للشخص يكون سمين سمين شوية بحيس لو انت عندك حاجة تقدر تكون تعملها بشكل مناسب. ولو انت مسلا عايز بقى حاجة لشاب يكون يعني الجسم عدل زي ده كده او مزبوط فده هيكون حاجة برضو مناسبة لك. طيب هيجي حد يقول لي لأ انا عايز يكون ظاهر كامل. ماشي ماشي هقول له هقول له مسلا يكون ظهور كامل ماشي للجسم. وبعد كده او بلاش هكتب له ظهور كامل للجسم عشان مفهام ماشي غلط. هقول له ظهور كامل بس. واضغط على ارسال. لما قلت له ظهور كامل عملي كده ظهر اكتر. بس لما قلت له صورة كاملة بقى راح عاملها لي ازاي بالشكل ده. احنا كده بقى ايه ده كده في الجوم. تعال بقى ضغط على الصورة كده. ونقدر بكل بساطة ان احنا نضغط على تلات نقط دول ونعمل لها ده ونلو. ده يجي حد يقول لي الصورة جودتها ضعيفة مان فعش نتخليها جودتها احسن من كده. تعال اقول لك يا عامل ازاي انا حسن جودتها. يلا بينك. ادخل لي على جوجل برضو اكتب في البحث وتعال هنا هيتظهر لك اول رابط. وتحت منه شوية كلام حلوين كده دور على حاجة اسمها اميج ابسكيلر. اضغط عليها بالشكل ده هيفتح معاك الصفحة دي. الخاصية دي مجانية تمام. مش معتاك حاجة حتى ان انت تسجل حساب. اضغط على ابلود ان اميج. اختار الصورة واضغط على اوبين. على الطول هيبدأ ان هو يعمل لك ابسكيل الصورة ويحسن الجودة بتاعتها. هنا لو ضغطت على الدايرة دي هيجيب لك الصورة قبل والصورة بعد. هيبان اكتر بقى لما تحملها وتفتحها هتلاقي الصورة بقى اوضح بكتير. اضغط على دول لوت اصبح عندك صورة بجودة اعلى. تعالوا بقى نجرب الصورة الصعبة دي ونشوفها هنقدر نلبسها للراجل او الموديل اللي احنا عملناها ولا لا. ضيفت هنا الصورة بتاعت اللبس والصورة التانية بتاعت الشخصية او الموديل بتاعي. وكتبت هنا ده. عايز البس اللبس اللي في الصورة عايز خلفها حلوة. وبعد كده هضغط على تعال بقى نشوف النتيجة. هنا هنجب بقى النتيجة بتاعتنا. زي ما احنا شايفين هنا الطاقم زي ما احنا شايفين. وهنا الكفية كمان اللي موجودة معاه والنظارة والساعة فاضل ايه تاني تعال كده نجيب الصورة الاساسية كل التفاصيل اللي هنا موجودة في الصورة انك من فاضل بس يكون ماسك الجورنال بيقرأه بصراحة الموضوع جامد جدا طيب حلو عملنا الصورة وشفنا الطاقم وهو ملبوس وممكن نستعرضه بقى لو احنا عندنا الطاقم ده بس احنا هيجي حد يقول لها طب ما ممكن بقى عم حمود بقى تكمل جميلات معنا وتقول لنا ازاي ان احنا ممكن نحول الصورة ديت ان هي تكون فيديو ده انت كده طمعين اوي بس اعناية تعال كده نشوف هنعملها الساعة اول حاجة هنروح نحامل الصورة وبعد كده هنتوجه على موقع يقدر ساعدنا في ده هاوزك تروح تاني على جوجل احنا مغلبين جوجل معنا بس مش مهم هنكتب في البحث وهتضغط على جوجل لابس لو انت اول مرة تسجل حساب في موقع فلو فانت هتحصل على شهريا بتتجدد كل شهر وتقدر تعمل بها حوالي عشر او حوالي خمس فيديوهات بس بتعمل فيديوهات حلوة فتعال هنا نضغط على create with flow هيحولنا على الصفحة دي وهنيجي بعد كده نضغط على حاجة اسمها new project هيحولنا هنا على الصفحة دي تحت هنا في المستطيل اللي تحت ده في غرفة العمليات هنضغط على text to video وهنختار frames to video يضغط على بالشكل ده وبعد كده هنيجي هنا نضغط على علامة الزائد دي ونضغط على upload photo هنختار الصورة الجديدة اللي احنا عملناه ونضغط على open وبعد كده نختار البعد بتاعنا زي ما هو في الصورة لو ضغطنا على portrait هيزبط لك البعد بالشكل ده ونقدر بقى نتحكم قدر الامكان في الصورة بحيز تبقى ظهر معنا لانه هتلاحز ان هو واكل منها حتة شوية وبعد كده هنضغط على crop لو انت عايز بقى الصورة تبقى مزبوطة معاك اكتر زبط الأبعاد بتاعتها قبل ما اضيفها للموقع وبعد كده اضغط على crop and save بعد ما اضيف الصورة لازم تكتب هنا نص فانا هكتب له نص بسيط خلاص بالانجليز اقول له يعني وهتأكد ان انا مختار هنا وهتأكد ان انا مختار البعد بتاعي صح اللي هو وهعمل فيديو واحد بس للبرومت ده وبعد كده على طول هتروح على علامة السهم او عشان يبدأ يعمل لك الفيديو بالشكل ده ودي كانت النتيجة تقدر بقى تعمل فيديوهات اللي انت عايزها وتقدر تحامل فيديو لو ضغط على علامة التنزيل دي واصبح عندك الفيديو واصبح عندك الصور تقدر تضيفها لصفحة بتاعتك او لصفحة المحل بتاعك وتعرض شغلك ودي طريقة كويسة جدا تقدر من خلالها ان انت تعرض شغلك او تخلي الناس تجرب اللبس اللي انت بتعرضه فبالتالي يكون عندك خدمة ممتازة وفي نفس الوقت تزود مبيعات وبس كده ومن ساعتها بقى وانا قاعد كل لما شوف طاقم يعجبني اقوم لابسه بالطريقة دي ولو عجبني اروح اشتريه ياريت بقى لو عجبك الفيديو وعايز تتعلم اكتر دوس لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس وكتب لنا كومنت حلو يا سلام بقى لو تعني شيرلي الفيديو عشان غيرك يستفيد يلا سلام